في مشكلة بدأت تواجه الكيان الإسرائيلي داخل بعض المؤسسات الكبرى مؤسسات التكنولوجية الكبرى ومنها مؤسسة جوجل العرب الجديد بينشر تقرير مهم الحقيقة عن أن جوجل التمرد الداخلي ضد إسرائيل يتوسع وبيتحدث فيه عن بعض المشاكل التي تواجه إسرائيل داخل هذا العملاق بترتفع أصوات عاملين في شركة جوجل في جميع أنحاء الولايات المتحدة رفضا للتعاون مع إسرائيل الاحتجاج توسع لموظفي جوجل في المملكة المتحدة في بريطانيا اعتراضا على عمل الشركة لصالح حكومة الاحتلال ولصالح جيش الاحتلال شهدت مظاهرة خارج المقر الرئيسي للشركة في لندن تجمع حوالي خمسين شخص لمدة تسعين دقيقة تقريبا موقع نوفارا ميديا البريطاني قال إن الاحتجاج بيمثل توسع للمعارضة الداخلية طويلة الأمد لمشروع غريب اسمه نيمبوس وبدأوا الجماعة في جوجل في لندن يوزعوا منشورات على الموظفين ويشرحوا سبب معارضة الحملة إيه يا جماعة مشروع نيمبوس اللي بتدعمه جوجل وبيدعمه أمازون أيضا تعالوا نشوف بعض التفاصيل عن المشروع الغريب ده وده سبب الأزمة اللي بتواجهها إسرائيل داخل جوجل في بريطانيا موقع الجزيرة نشر بعض التفاصيل عن هذا النيمبوس بيقول إنه هو بتستخدمه إسرائيل للتجسس وجمع معلومات استخباراتية عن الفلسطينيين البرنامج ده مصمم تحديدا لاستهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر عبارة عن حاجة زي الاي كلاود كده لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشه وانطلق عام 2021 بالتعاون مع جوجل وأمازون بقيمة مليار وربع المليار دولار البرنامج ده أو الاي كلاود ده أو الصوفت وير ده بيسمح بمزيد من المراقبة وجمع البيانات غير قانونية عن الشعب الفلسطيني بيضم معلومات كتيرة جدا جمعوها من كاميرات مراقبة في الشوارع وعلى الحواجز الأمنية بيتم معالجة الداتا دي كلها أو الميانات دي كلها بتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة واتعملت مخصوص عشان المشروع اللي هو النيمبوس ده النيمبوس ده لديه قدرة على تحليل صور الوجوه ومعرفة هوية الأشخاص تحديد نواياهم أو الموت بتاعهم حالتهم المزاجية وفقا لملامحهم وده بالتأكيد بيساعد في توسيع رقعة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية لأنه بيوفر وبيدعم إدارة الأراضي الإسرائيلية بمعلومات وبيانات الهمة اللي هم محتاجينها عشان زيارة رقعة المستوطنات إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن جوه جوجل وأمازون بدأت تحصل مظاهرات من الموظفين إحنا مش هنشارك في ده إحنا ليه أصلا دعمين حاجة زي كده ففي عدد من موظفي أمازون وجوجل تظهروا واستقال عدد آخر اعتراضا على مشروع النيمبوس احتجاجات دفعت شركة جوجل أنها تعلق العمل مع شركة إني فيجين الإسرائيلية وألغت عقد كمان لمشروع هيعملوه كانوا للزكاء الاصطناعي مع البنتجون الأمريكي أمازون على الجانب الآخر قالت يا جماعة المشروع ده سلمي جدا ولا يمكن استخدامه في أي أعمال عدائية وما حدش يقدر يعمل به أي حاجة لكن واضح أنه المشاكل كبيرة في هذا المشروع الملقب باسم النيمبوس هنتابع بالتأكيد إيه اللي بيحصل ما بين جوجل وأمازون مع هذا الصوفت وير والتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي